هل صحيح أن سيدنا آدم عليه السلام خلق في جنة على الأرض؟ وهل الهبوط يعني النزول من الأعلى للأسفل أم الانتقال من مكان لآخر؟ اليوم أيها الأحبة سنجيب عن هذا السؤال الذي حير الباحثين خلال مئات السنين ومن القرآن الكريم حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابي جمعين أيها الأحبة هناك رأي انتشر مؤخرا يقول إن آدم خلق على الأرض والدليل على ذلك قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم أي من الأرض وفيها نعيدكم أمواتا يعني ومنها نخرجكم تارة أخرى دليل آخر عندما قال الله سبحانه وتعالى اهبطوا منها جميعا لآدم وحواء وإبليس اهبطوا منها قالوا إن الهبوط لا يعني الهبوط من أعلى لأسفل لأن سيدنا موسى عليه السلام عندما طلب منه بني إسرائيل الثوم والبصل والفول والعدز بعد أن أطعمهم الله وأنزل عليهم المنى والسلوى فقال لهم اهبطوا مصرا فاهبطوا لا تعني الهبوط من السماء إذن كيف نفهم هذه الآيات أيها الأحبة ولو تتبعنا آيات القرآن القرآن ماذا نستطيع أن نستنبط منه أن آدم خلق في السماء أم على الأرض دعوني أيها الأحبة أذهب معكم إلى بدايات قصة خلق سيدنا آدم لنفهم من سياق هذه القصة أنا لدي هناك موقفان في القرآن الكريم الموقف الأول عندما أخبر الله الملائكة أنه سيخلق بشرا من طين وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين هنا الملائكة لم يعترضوا لم يكن عندهم أي رد فعل الأرض لم تذكر هنا بشر فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إذن هنا لم الأمر هذا تم لم تذكر الأرض لم يذكر الله عز وجل أين سيخلق هذا المخلوق الجديد بشرا من طين حتى اسم آدم لم يذكر هنا بعد أن سجد الملائكة ماذا قال الله لهم طبعا إبليس أبا وهنا طبعا سكن السيد آدم في الجنة طيب عندما قال الملك عز وجل للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة هنا حدد موقع الخلافة أين في الأرض بينما عندما قال وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس إلى آخر القصة معروفة هنا لا يوجد ذكر للأرض إذن في بداية عندما خلق الله آدم لم يذكر الأرض ولكن عندما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة حدد الكوكب أو المكان الذي سيجعل عليه هذا الخليفة طبعا هنا الله عز وجل مطلع على الكون يخاطب الملائكة فعندما قال لهم إني جاعل خليفة لابد أن يحدد المكان لاحظت أخي الحبيب قال إني جاعل في الأرض خليفة إذن هذه أول ملاحظة يجب أن ننتبه لها أن الله عندما خلق آدم لم يحدد مكان خلقه ولكن عندما قرر أنه سيكون خليفة حدد في الأرض إني جاعل في الأرض خليفة طيب قال الله عز وجل لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة وحذرهما من هذا الإبليس اللعيم قال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إذن هنا حدد مواصفات الجنة إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى ليس فيها جوع طيب أين هذا المكان على الأرض الذي ليس فيه جوع لا يوجد على الأرض القوانين الأرضية تجبر الإنسان أن يجوع ليأكل وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى ليس فيها حر ليس فيها الشمس ليس فيها ضمأ طيب هذا المكان أحبتي في الله غير موجود على الأرض الشيء الثاني لنفرض أن الله خلق آدم على الأرض لنفرض جدلا طيب هل العقوبة أن يخرج من بستان إلى بستان الجنة هي البستان في اللغة الجنة في اللغة هي الحديقة البستان مكان فيه الثمار فيه أنهار فيه خضار فيه نباتات مكان جميل فيه ما تشتهي الأنفس هذه معنى الجنة طيب لو كانت الجنة على الأرض هل العقوبة الكبيرة جدا يعني هل هذه العقوبة الكبيرة تقول أخرج من الأرض إلى الأرض لاحظة نحن نتحدث هنا سياق الآيات عندما قال اهبطوا منها جميعا اهبطوا ما معنى اهبطوا الهبوط هنا لها معنيان أيها الأحبة تتضمن معنى النزول من الأعلى للأسفل ومعنى فيها نوع من الإذلال لأن سيدنا موسى عليه السلام قال اهبطوا مصرا وضربت عليهم الذلة والمسكنة لاحظ فيها نوع من العقوبة فالله عز وجل عاقب آدم لأنه عصى الله سبحانه وتعالى فقال اهبطوا منها جميعا اهبطوا منها طيب هذا الهبوط عندما نادى موسى قومه بني إسرائيل اهبطوا مصرا يعني انتقلوا من مكان لآخر ولكن بذل ولكن هناك آية في القرآن أن الحجر أو الصخر من خشية الله يهبط يهبط يهوي من الأعلى للأسفل ما معنى ومنها ما يهبط من خشية الله يهبط يعني هذه الصخرة أو هذه الحجارة ثم قسط قلوبكم وخاطب بني إسرائيل فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله الهبوط هنا الانتقال من مكان لآخر مع التدمير فيها نوع من الخشوع والإذلال لاحظت أخي الحبيب فعندما استخدم القرآن كلمة اهبطوا فيها المعنى النزول بذل بينما لو قال انزلوا كلمة انزلوا لا تحقق المعنى لأن الله ينزل الملائكة هل الملائكة تنزل بذل لا نزل القرآن ينزل من السماء ماء فالنزول هنا لها معنى واحد الانتقال من أعلى لأسفل أما الهبوط فيها معنين الانتقال من أعلى لأسفل مع شيء من الذل فيها استصغار فيها عقوبة لحظت أخي الحبيب فهنا أول ما يدعوني أنا أن أعتقد أن آدم خلق في جنة في السماء قد تكون على كوكب آخر ولكن ليس الأرض قد تكون هذه الجنة التي ليس فيها جوع ليس فيها شمس لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى ليس فيها ليس فيها لباس لأن القوانين هناك تختلف عن قوانين الأرض فالقوانين هناك خلق الله آدم بلباسه والشجرة التي أمر الله آدم أن لا يأكل منها شجرة تزيل هذا اللباس إذا أكل منها تزيل فإذن الله يريد الخير لآدم هنا تدخل إبليس انظر هذا الإبليس كيف يقلب الحقائق كيف يقلب ويزور الحقائق قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى قال هذه الشجرة التي منعك منها الله أو أمرك ألا تأكل منها إذا أكلت منها إما أن تتحول إلى ملك أو تصبح من الخالدين قال ستصبح أنت وزوجك حوى ملكين أو تكون من الخالدين فهذه الوساوس مع طول الزمن نسي آدم ما أمره الله به ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة فهنا ما الذي جعل آدم ينساق وراء إبليس طمع في أن يصبح خالدا أو يتحول إلى ملك طيب بالله عليكم لو كانت هذه كلها تتم على الأرض لماذا يقول ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين إذن لا معنى لهذا الكلام ولكم في الأرض حدد لهم مكان الخلافة على الأرض لو كانت هذه الجنة على الأرض طيب ما الفرق بينها وبين باقي جنان الأرض يعني اليوم نحن لو مسحنا الكرة الأرضية بأكملها ورأينا ما فيها من غابات وجنات وكذا ليس فيها أمكنة لها قوانين مختلفة عن القوانين الفيزيائية التي تحكم الأرض وبالتالي الجنة التي خلق فيها آدم هي ليست جنة الخلد التي وعد المتقل ولكن جنة في السماء تكريما له جنة مطهرة لأن الأرض ملوثة بدماء المخلوقات التي سبقت سيدنا أدم الدينصورات أفسدت كثيرا كما يقول علماء الحفريات يعني كثير من الكائنات التي عاشت على الأرض سفكت الدماء وأفسدت والملائكة كانت ترى هذا الأمر فعندما قال لهم الله إني جعلهم في الأرض حدد لهم المكان خليفة فهنا الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يعني آلاف المخلوقات خلال آلاف السنين ملايين السنين سفكوا الدماء والملائكة تنظر وترى فقال هنا الله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون فميز سيدنا آدم بالعلم عن كل الكائنات فعندما طلب منهم أن بيؤوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم فهنا عندما أنبأهم آدم بأسماء الأشياء التي علمه الله طبعا كيف علمه الله يعني وضع فيه قابلية التعلم أعطاه القدر على القراءة والكتابة والعلم والحفظ والإبداع والتفكير والاختراع كل هذا هو العلم فلذلك هنا الله عز وجل عندما خلق آدم المنطق يفرض أن نعتقد أنه خلق في السماء لأنه مكان مطهر في مكان طاهر لم يلوث بالدماء كما على الأرض لأن الملائكة ستسجد له ملائكة الرحمن فملائكة الرحمن سجدوا لآدم في مكان عالي مرتفع غير الأرض التي لوثت بدماء المخلوقات السابقين وإلى آخرين فعندما وهذه الجنة لها قوانين مختلفة عن قوانين الأرض فعندما سيدنا آدم عصى الله كانت العقوبة أنه أهبط إلى الأرض فقد أولا ميزة ألا تجوع فيها ولا تعرى وفقد ميزة ألا تضمأ فيها ولا تضحى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى وفقد ميزة ألا يشقى فيها وفقد ميزات كثيرة جدا ونزل إلى الأرض الأرض ماذا يوجد فيها قوانين الأرض فيها الأمراض أول شيء فيها الجوع فيها العطش فيها حرارة الشمس العالية هناك لا يوجد حرارة عالية ولا تضحى حتى الضحى لا يصيبك شمس الضحى لا تصيبك إذن هذه عقوبة منطقية لاحظت حتى إبليس عندما قال أخرج منها مذؤوما مضحورا طيب أخرج منها من جنة على الأرض يعني لنفرض الآن هذه الجنة على الأرض في مكان ما في غابات الأمازون مثلا طيب يعني هل العقوبة هي أخرج من هذا المكان إلى مكان آخر العقوبة التي تلقاها إبليس عندما رفض السجود قال أخرج منها مذؤوما مضحورا ذليلا صاغرا يائسا عقوبة من الأرض إلى الأرض ليست عقوبة هذه ما الأرض كلها فيها جنات فيها أنهار فيها ثمار فيها بحار فسياق الآيات يجعلني أعتقد أن هناك جنة من نوع مختلف عما على الأرض فيها مواصفات خيالية للحياة وإبليس كان موجودا في هذه الجنة فطرد منها لأنه عصى أمر الله سبحانه وتعالى أخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين إذن أخرج خارج هذه الجنة ثم أهبط جميعا إلى الأرض إذن هنا أيها الأحبة قدمنا رؤية منطقية من القرآن الكريم فقط طبعا السنة المطهرة مليئة بالأحاديث التي تؤكد أن آدم خلق في السماء وأنه الآن موجود في السماء أيضا وهو حي عند ربه النبي ليلة المعراج خاطب سيدنا آدم وحتى موسى وآدم يتكلمون الآن هم أحياء عند الله سبحانه وتعالى عندما حج موسى آدم وقال له يعني يا آدم أنت الذي خلقك الله من روحه ونفخ فيك من روحه وكذا أهبط الناس إلى الأرض بخطيئتك فسيدنا آدم هنا قال أنت الذي كلمك الله وأنزل عليك التوراة وكذا حديث طويل رواية طويلة فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال كم قبل كم كتب الله علي هذا الأمر قال قبل أربعين سنة يعني قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة كتبت علي هذه المعصية قال كيف تلوني على شيء كتبه الله علي فحج آدم موسى عليه السلام فهنا أحبتي في الله سياق الآيات سياق الأحاديث يجعله أن نعتقد وهذا الفهم الصحي لمعظم مفسرين على فكرة أن سيدنا آدم خلق في السماء بطريقة مختلفة ولكن من تراب الأرض نعود للآية التي ذكرناها في المقدمة منها خلقناكم يعني الله أمر جبريل أن يقبض من تراب الأرض من أفضل أنواع التربة ومن ماء الأرض وخلقه في مكان ماء في مجرة في كوكب في مكان ماء ولكن ليس على الأرض فيه مواصفات أعلى بكثير من المواصفات على الأرض فيه قوانين لا تجوع لا تعتش لا ترى الشمس إلى آخرين هذه الجنة خلقه الله فيها مكان طاهر غير ملوث وسجد الملائكة كلهم ولكن الذي رفض هو إبليس فأخرج على الفور فما يكون لك أن تتكبر فيها مكان طيب الآن هذه الجنة أين هي يعني لو خلق على الأرض في جنة على الأرض بهذه المواصفات لنفرض أنهم قبل مثلا مئة ألف سنة خمسين ألف سنة مهما يكون من زمن خلق على الأرض آدم عليه السلام طيب هل هذه الجنة موجودة الآن أم انمحت يعني انقرضت أم ماذا أين هي الآن في أي مكان إذن كل هذا أخي الحبيب يجعلنا نعتقد أن آدم خلق في السماء ثم أهبط على الأرض ليكون خليفة على الأرض ولتكون هذه التجربة درسا لنا أن الشيطان دائما يريد لك الشر الشيطان يزور الحقائق الله منع آدم من أو أمر آدم أن لا يأكل من الشجرة لأن فيها ضرر له فيها شر فيها الزوال للباس الذي أكرمه الله به لباس في الجنة إبليس ماذا قال له لا الله منعك أو أمرك أن لا تأكل لكي لا تتحول إلى ملك لاحظت فإذن إبليس يزور الحقائق فاحذر منه آدم عصى ربه لا تعصي ربك إبليس دائما يحاول إضلال الإنسان حتى يأخذ أكبر قدر معه إلى جهنم لذلك قال تعالى عندما تعهد إبليس أنه سيغوي الناس وسيضل الناس إلى آخر قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم نسأل الله عز وجل أن يهدينا لمختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق